أهلا بحضراتكم من جديد موضوع مهم جدا ومصار على مدار الأيام السابقة وهو بيتعلق ببيتسو موسيماني وفي الحقيقة يعني موضوع بقى مبلغ فيه جدا انتقاد موسيماني بشكل لازع من بعض الإعلاميين أو من هم محسوبين على الإعلام سواء كضيوف أو كمقدم برامج ولهم كل التأدير والإحترام ده أمر يعني مفروغ منه لكن في نفس الوقت البعض بيفتقد للمنطقية وهو بيقيم موسيماني المدير الفاني للنادي الأهلي ولو مش احنا اللي وقفنا ورا الموسيماني ودعمنا موسيماني من اللي حيقف وراه يدعمه سواء بقى احنا كقناة أو كجمهور للنادي الأهلي ونزبط جمهور للنادي الأهلي لازم نشيد بيه إشهادة معتادة لأن دايما هو الجمهور اللي بيبقى في ظهر فرقته وبنلاقي نتيجة المسندة والدعم دي دايما بنلاقيها في البطولات بناخد بطولات وبطولات الوالأخرى وده بسبب دعم جمهور النادي الأهلي وبسبب طبعا المنظومة بالكامل منظومة النادي الأهلي مبارح من مبارح وأول مبارح تقريبا جمهور النادي الأهلي عمل هاشتاجين وكانوا ترند على تويتر الهاشتاج الأولاني كان وي سبورت موسماني إحنا بندعم موسماني ده جمهور النادي الأهلي وكان فيه هاشتاج تاني اسمه ويترست يو موسماني إحنا بنصق فيك يا موسماني وده دور جمهور النادي الأهلي دائما وأبدا خصوصا إن جمهور النادي الأهلي شايف نتائج جمهور النادي الأهلي أكيد مش راضي على الأداء دي حاجة احنا منتفقين عليه لكن في نفس الوقت لما بيقيم الأمور ولما بيحاول يتابع المشهد بالشكل الصحيح وبالتقييم الصحيح هيشوف إن دايما وطبيعي جدا لما تكون انت مضغوط في مواتشاط كتير عندك عدد كبير من الإصابات فبالتالي بينتج عنده إجهاد فطبيعي جدا جدا إنك تلاقي مفيش أداء في بعض المباراة مش كل المباراة برضه عشان نبقى منطقيين لكن في نفس الوقت اللي بيبقى أهم بالنسبة الجمهوري النادي الأهلي إيه؟ نتائج أنا فرحتي الأهلي بيلعب حلو بس ما بيكسبش الأهلي بيلعب حلو بس بيخرج من بطولات أنا هستفاد إيه؟ طبعا عايز الأداء وعايز النتيجة برضه عشان كلامنا يبقى واضح بس في التوقيت الصح لما تكون المعطيات طبيعي إن هي تؤدي لنتيجة وأداء لكن كل المعطيات اللي مر بيها النادي الأهلي على مدار الفترات اللي فاتت كلها لا تؤدي إطلاقا لأي أداء بل بالعكس إن هي تؤدي لنتيج جيدة لحد دلوقتي فده إنجاز وإعجاز بدون مبلغة بدون مبلغة ده يحسب لمين جمهور النادي الأهلي توفيق طبعا من عند المولى عز وجل ده رقم واحد كمان منظومة النادي الأهلي إدارة وأكيد جهاز فني ولعبين طيب اللعبين بالعوم نفسهم لا عندهم مدير فني محترم وجهاز فني متكامل مسماني راجل عقليته ممتازة شخصيته تتناسب مع النادي الأهلي الدليل على كده إيه؟ إنه الراجل مخسرش أي بطولة أي بطولة من ساعة ما جه مسماني الأهلي شارك فيها فاز به بما إحنا بالنسبة لنا بالنسبة لأي فريق في أفريقيا إنه هو يجيب ميداليا في كاس العالم هي دي تعتبر بطولة رغم أن تموح عند جمهور النادي الأهلي أعلى من كده كمان لكن إنت برضه راجع بإنجاز من كاس العالم الأندية فانتخذت دوري وكاس وكاس عالم الأندية الدوري كان كده كده فييلر واخده كاس عام الأندية واخد البرونزية واخد دوري أبطال أفريقيا بإذن الله تعالى تاخد السوبر الأفريقي بإذن الله بإذن الله مباراة صعبة بس إن شاء الله قادرين إن إحنا نفوذ بيها السوبر المصري اللي تم تقريبا نسيانه من قبل الاتحاد لما عدلهم برح في الجدول لأنه كان مفروض يوم واحد سبعة لقينا إن إحنا عندنا مطش مع المقصة يوم 29 ستة ومطش مع بيرامينز يوم 2 سبعة فالمباراة دي تأجلت لأجل غير مسمع ما عرفش إلا أسباب لكن في كل أحوال بطولة كان ممكن برضو الأهل يفوز بيها مع مستر بيتس المسماني إذن حتى الآن كمان مسماني بينافس على كل البطولات اللي بيشارك فيها بل كمان إيه بيصل للنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الدوري لو كسب مباراة المؤجلات بقى الأول الكاس ماشي فيه بشكل كويس عندك مطش مع أمبي مهم فالأمور كلها ماشية بالشكل الإيجابي اللي في صالح جمهور النادي الأهلي واللي في صالح البطولات اللي بيحاول النادي الأهلي الحفاظ عليها فبالتالي أنا بستغرب بستغرب جدا من البعض بالتحديد يعني بالتحديد لما يكون قيمة إعلامية كبيرة مثلا زي الكابتن متحة شلبي رجل ليه كل التأدير والإحترام وليه تاريخ كبير جدا وأحد رواد الإعلام الرياضي في مصر حد يختلف على كده؟ لأ محدش يختلف على كده ممكن نكون بنتطفق مع بعض إن نسب المشاهدة بالنسبة له قلت بشكل ملحوظ وهي دي سنة الحياة طبيعي لكن في نفس الوقت لازم أحترم عقلية المشاهد اللي بيتفرج علي لازم أكون بتكلم بموضعية ومنطقية معاه مش إحنا اللي حنقول إحنا لسه شباب صغير وكل حاجة لكن يعني أعتقد إن مش مبرر أبدا إن لما تكون نسب المشاهدة عندي قليلة أروح أنا إيه متكلم على مسلماني بشكل صعب شوية وبانتقاد لازع غير منطقي لأن النتائج بتقول عكس كل الكلام اللي بيتم انتقاد من خلاله مسلماني فهي دي الملحوظة على إعلامي طبعا محترم ولها كل التقدير والإحترام الكابتن متحت شلبي وأتمنى إنه هو يراجع مثل هذه الأمور لأن هي مش في مكانها الصحيح وانتقاد مش في مكانه الصحيح فالواحد بس بيستغرب من الحاجات زي دي طيب هل مسلماني نتائجه جوه مصر وحشة لا كويس نتائجه برا مصر وحشة لا كويس الراجل أرقامه بتقول إيه أرقامه رائعة وأنا هقول لكم بعض الأرقام اللي بتتعلق بمسلماني مع النادي الأهلي لحد دلوقتي من ساعة ما جاء الراجل الليعب 43 مباراة في مختلف البطولات مع النادي الأهلي فاز في كام فاز في 30 مباراة تعادل في كام تعادل في 9 خسر في كام فاربعة بس اللي أربعة كانوا مين باير في كاس العلم وسمبة في دور الأبطال وسموحة والمحلة في الدور الأهلي سجل مع مسماني كام هدف 81 هدف في 43 مباراة يعني بتقترب تقريبا من معدل هدفين في المباراة الوحدة وده معدل جيد جدا استقبل كام هدف استقبل 31 هدف إذن أرقام الراجل مع الأهلي ممتازة ممتازة مش رائعة بس لا ممتازة فبالتالي بالتالي أنا الأوان في الحقيقة إن إحنا نبطل نغمة إن كل مباراة حيلعبها مسماني كل مباراة حيلعبها مسماني نوعا نقول هو ده الاختبار الحقيقي لمسماني ونفضل نحط ضغوط أنا بتكلم بقى إيه على البعض سواء بقى كأعلمين أو من الجماهير إحنا اتفقنا الجماهير لهم دور كبير جدا في مساندة مسماني والفريق وكل حاجة لأنهم مدركين صعوبة المرحلة ومدركين مدى أهمية البطولات اللي بيشارف فيها النادي الأهلي بشكل عام لكن في نفس الوقت حنفضل كل بقى مطش نقول ده الاختبار الحقيقي المسماني هنشوفها يعمل إيه ونفضل نحط ضغوط على الراجل وبصراحة هو بينجح وبيرد علينا وبييجي بالنتائج الكويسة مباراة سانداونز قبل يوم قعدت تقول إيه ده الاختبار الحقيقيقي المسماني كأي مباراة بالعباء المسماني تقولك ده الاختبار الحقيقي المسماني هل ده منطقي هنفضل نقتبر الراجل لحد إمتى طيب ده الوقت بقى جماعة بصراحة إن شاء الله الراجل ينجح ويجيب السوبر إن شاء الله يكمل مسيرته مع النادي الأهلي لكن أنا بتمنى كواحد من عشاق ومحب النادي الأهلي إن إحنا نستقر على مدير فاني يفضل موجود معطيات مسماني معنا لحد دلوقت ماتش بشكل منتاز الراجل بيحقق كل المطلوب منه مع النادي الأهلي لما يكون نادي كبير بحجم النادي الأهلي عيب قوي عيب قوي لما يعضي يغير كل سنة مدرب مش إحنا إحنا نادي كبير طالما المدرب ناجح يبقى حنسنده وندعمه عشان إن شاء الله بإذن الله يعد فترة طويلة مع النادي الأهلي لأن الاستقرار الفني ده غاية في الأهمية غاية في الأهمية بالنسبة للفرق الكبيرة لزي نادي الأهلي فخلاص هان الأوان إن إحنا نبطل نغمة الاختبار الحقيقي المسلماني ونبدأ حيقيم وحينتقد وكل حاجة ده أمر طبيعي لكن هننتظر منه الأداء بإذن الله لما تكون الأمور سنحل كده وتساعدوا على كده ما يكون فيه فترة أعداد وما يكون فيه مساحة ما بين المباريات يقدر يشتغل فيها بأفكار وتكتكية في التدريبات وده أمر مش موجود خلال فترة حالية فكل الدعم والتوفيق المسلماني وكل المساندة من خلال جمهور النادي الأهلي اللي عمل هاشتاجات عرضناها لحضرتك وكان دورهم مهم للغاية